ما زال الرياض مع اثنين من رفاقه في مركز استقبال المهاجرين في يادرنا منذ أسبوعين لاستقمال أوراقهم الرسمية مهاجرنا من بنجلاديش نجوا من اعتداء من حرس الحدود اليوناني أودى بحياة 19 مهاجرا تجمدوا من البرد بعد أن أجبرهم الحرس على خلع ثيابهم ودفعهم نحو الأراضي التركية عبرت من لبنان إلى سوريا ثم تركيا وصولا إلى اليونان بعد مسيرة يوم ونصف ألقي القبض علينا ساروا بنا مع عشرين شخصا أخذوا هواتفنا وأموالنا وتعرضنا للضرب تركونا عند الحدود بعد تجريدنا من ملابسنا فقدت صديقي الذي تجمد من البرد بسبب ممارسات رجال الأمن اليوناني جميع من وصلوا إلى هنا تعرضوا للضرب وسرقة جميع مقتنياتهم من قبل حرس الحدود اليوناني حسب قولهم إبراهيم هو الآخر وعيد إلى تركيا قبل يومين في قصة لا تختلف كثيرا عن قصة الرياض لكن نصيبه من التعذيب كان أكبر قطعنا بالبلم مشينا واحد كيلو اثنين كيلو ثالث كيلو بعد النهر ثالث كيلو في أراضي اليونان لقينا ثلاث جثث جثثين مأكولين كأنه أكلتها الخنازير وجثثة من فوقها قطعنا لسكتر القطار فورا كمشنا مساكنا الكوماندوس صار يدوس فوق هنا يلعب فينا دبكة أطفال مريض يدوس فوق بوط والبوط لحاله وزنه عشرة كيلو يسير حرس الحدود التركي دوريات على مدار اليوم لتامن المنطقة الحدودية مع اليونان في ولاية أذرنا بإذن طبيعة الجغرافية للمنطقة تجعل إمكانية عبور مهاجرين واردة جدا حيث لا يفصل بين البلدين سوى هذا النهر من ينجح في عبور الحدود التركية وتجاوز هذا النهر يكون أمام خيارين لا ثالثة لهما إما الفلاتو من حرس الحدود اليوناني في الجهة المقابلة وقطع مئات الكيلومترات باتجاه الصربية أو الاعتقال والتعرض للضرب والاحتجاز قبل إجبارهم من جديد على العودة إلى المنطقة الفاصلة بين تركيا واليونان أحمس سعي تيارتي عربي الحدود التركية اليونانية